ارتضيت بالاعدام هربا من توابيت الزنازين السوداء كلمات احد المعتقلين الناجين من السجون الحكومية في العراق تلخص سوداوية اوضاع حقوق الانسان في هذا البلد الذي باتت معتقلاته ابرز معالمه فيوما بعد اخر تزداد اعداد المسجونين في الزنازين والمعتقلات الحكومية في العراق وتزداد الانتهاكات ضدها اولاء المسجونين بلا محاكمة ولا تقرير مصير اوضاع المعتقلين التي تزداد صورتها قتامة سلطت عليها الضوءة مفوضية حقوق الانسان التي اكدت سوءها ومأساويتها اغلب السجون بحسب المفوضية تعاني من اكتظاظ في اعداد المسجونين الذين تشير الاحصائيات الرسمية الى وجود اكثر من 28 الف محكوم وتسعة وعشرين الفا اخرين على ذمة التحقيق لكن قضاياهم لم تحسم حتى اليوم في حين اكدت تقارير عدة منظمات دولية ومحلية وجود نحو 300 الف معتقل في الزنازين والمعتقلات الحكومية في العراق اوضاع المعتقلين حدث ولا حرج فالسجون والمعتقلات بحسب التقارير الدولية تعاني من الاكتظاظ والاهمال وانعدام الخدمات وتردي الاوضاع المعيشية والصحية التي ساهمت في انتشار الكثير من الامراض الجلدية والمعدية بينهم عشرات الالاف من الرجال والنساء تؤكد تقارير حكومية ودولية وشهادات معتقلين ونساء معتقلات الواقع المزري داخل هذه السجون والمعتقلات وعلى رأسها سجن ناصري المركزي في محافظة ذيقار وسجن التاجي شمالي بغداد وسجن سوسا في كردستان العراق اضافة الى سجن بعقوبة بمحافظة ديالة وجميعها تشهد انتهاكات صارخة ابرزها التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب تنكيل وسوء معاملة وتمييز طائفي على مرأة ومسمع وزارة العدل التي تؤكد التقارير ارتفاع وطيرتها منذ عام 2017 بشكل كبير الانتهاكات لم تقف عند المعتقلين فحسب بل طالت عائلاتهم من حيث تعرضهم للابتزاز والتضييق وسوء المعاملة اثناء زيارات المعتقلين الدورية واستنزافهم ماليا التقارير كشفت كذلك عن تعرض عدد غير قليل من المعتقلات وحتى المعتقلين للاغتصاب وايضا للضرب بالهراوات والقطبان الحديدية والعصي الكهربائية في بعض حملات التفتيش وعمليات اجراء التعداد اليومي ويجبر بعض المعتقلين على الوقوف على رجل واحدة ورفع اليدين الى الاعلى عدة ساعات في بعض الاحيان وغالبا ما يتعرض المعتقلون اثناء نقلهم من سجونهم الى المحاكم او اثناء نقلهم بين السجون الى الضرب والركل والتنكيل والسبب الفاظ طائفية من قبل الحراس وتبقى ايديهم وارجلهم مقيدة لاكثر من عشر ساعات متواصلة بحسب هذه التقارير ترجمة نانسي قنقر